شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوماداتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين وضائفنا تجاه القرآن الكريم كثيرة ولكنني في هذه العجالة أكتفي بالإشارة إلى وظائف ثلاث ربما يغفل البعض عنها مع أن هذه يجب أن توضع أو ينبغي أن توضع ضمن قائمة الأولويات الوظيفة الأولى العودة إلى ثقافة القرآن الكريم مقدمة لذلك نحن نحمل ثقافة معينة هذه الثقافة المعينة ينبغي علينا أن نلاحظ أنها كيف تكونت هنالك عاملان مؤثران في صناعة هذه الثقافة لدى الكثير منا العامل الأول الحضارة المادية المهيمنة هذه حقيقة يجب أن نعترف بها الآن في العالم توجد هنالك حضارة مادية وهذه الحضارة المادية مهيمنة فرضت نفسها بقوتها وتقنيتها وبثقافتها أيضا بعد الحرب العالمية الثانية بعض المفكرين ينقلون أنه هذه الدولة العظمى فكرت أن تصنع مجلات وأن تشتري مجلات عالمية هنالك مجلات صنعوها هم وهنالك مجلات موجودة حاولوا أن يشتروا هذه المجلات هذه المجلات على نوعين نوع منها يحمل ثقافة مادية غربية صريحة خطاب مباشر وهنالك نوع آخر يحمل ثقافة مادية مبطنة مواضحة إذا تدققون ولابد أنكم تدققتم في هذه المجالات هذه أفلام الكارتون للأطفال تعلمون أن كثير منها يحمل ثقافة غربية هذا الطفل الذي يطالع هذه الأفلام هذا عقل يشبع بالقيم المادية الغربية من حيث من حيث يعني هذه المجلات تحمل كثير منها ثقافة غربية غير مباشرة أكو أكو هناك مجلة معروفة يطبع منها في كل الشهر ثلاثين مليون يعني بمعدل مليون في اليوم الواحد هي مجلة شهرية أحد العلماء طبعا أي لون ما بها هذه المجلة مجلة اجتماعية وثقافية لكن أحد العلماء المدققين كان يقول كلمة ثم بعد ذلك لمست صدق هذه الكلمة يقول هذه المجلة تحمل جوهر وواقع قيم الثقافة الغربية الثقافة الغربية لها قيم هذه المجلة بشكل خفي تروج لهذه القيام إحنا الآن كلنا إلا من شذ نعيش في هذه الأجواء الثقافية وما نحب وما نكره وما نؤيد وما نرفض المقاييس التي وجدت في ذهننا هذه كثير منها متأثرة بالحضارة المادية وهذه قضية خطيرة رجل مسلم ولكن عقليته عقلية غربية الآن دعك عن الشباب الجامعيين الذين يقرؤون علوم النافس وعلوم الاجتماع وعلوم الاقتصاد وعلوم السياسة بالمنهج الغربي وبالطريقة الغربية ولذلك هذا الشاب الجامعي عندما يصبح حاكمة أو نائبة أو مقننة أو مشرعا يحمل قيم الحضارة الغربية هذا العامل الأول العامل الثاني أننا عشنا حقبة ممتدة طويلة من التخلف الحضاري الأول عامل خارجي هذا العامل الثاني عامل داخلي وألفنا واقعا ونشأنا مع هذا الواقع وتعودنا على هذا الواقع حتى أصبح هذا الواقع جزءا من منظومتنا الفكرية آذاني عاملان خطيران يكونان ثقافة الكثير منا نحن ينبغي علينا أن نحاول العودة إلى ثقافة القرآن الكريم القرآن الكريم له ثقافة معينة له مفاهيم معينة يجب علينا أن نعود إلى هذه الثقافة وأن نحاول أن ننشر هذه الثقافة وبالذات هناك آيات منسية في القرآن الكريم مو موجودة عند الأم آية الأخوة إنما المؤمنون إخوة هل هذه الأخوة موجودة في ثقافتنا أو مو موجودة الأخوة بين جميع المؤمنين آية الأمة الواحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة هل نشعر بأننا أمة واحدة المسلمون الذين يعيشون في الهند المسلمون الذين يعيشون في باكستان في أقصى نقاط العالم هل نشعر أننا أمة واحدة هذا الواقع الشعوري مهم جدا هذا موجود في منطقنا ما لنا وللآخرين آية الحرية يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم القرآن يربي على ثقافة الحرية ولكننا نشأنا في واقع استعباد الفكر فكرو عبودية ولذلك نشعر بأن هذا الواقع الذي نعيش فيه واقع طبيعي الحدود الجغرافية المصطنعة ألفناها وتعودناها القوانين الوضعية ألفناها وتعودناها وأصبحت جزءا من كياننا الفكر وهذه قضية خطيرة أنتو عندما تمرون على الحدود هل تشعرون أن هذا منكر هل نشعر هذه الحدود منكر في نظر الدين أمة واحدة الأمة الواحدة لا توجد بينها حدود لا يوجد فيها مواطن وأجنبي نشعر أن هذا منكر أمام القوانين الموضوع هل نشعر أن هذه القوانين منكرات الوالد رحمه الله كانت نظرته إلى هذه القوانين الوضعية أن كل هذه القوانين باطلة وأنه يجب على كل فرد أن يخرق بمقدار إمكانه كل قانون من هذه القوانين طبعا مرة هناك ضرر هناك مشكلة خارجية ذاك بحث آخر ولكن هذا منكر القانون الوضعي هذا منكر في الذهنية الدينية والإسلامية والقرآنية كيف تضعفون هذا القانون شلون تضعفون بتحدي هذا القانون بخرق هذا القانون إذا هناك ضرر إذا هناك خطر ذاك بحث آخر أما ما دام لا يوجد أمامكم حد حاولوا تحطيم هذا القانون إذا ميت واحد خرق القانون تضعف هيبة القانون إذا ألف واحد خرق القانون تضعف هيبة القانون إذا الأمة معتنت بقانون من هذه القوانين الوضعية هيبة ذلك القانون تنهار وتتحط هذه جوانب من الثقافة القرآنية ونحن ينبغي علينا أن نسعى في إحياء الثقافة القرآن في نفوسنا أولا وفي المجتمع ثانيا هذه القضية الأولى الوظيفة الأولى العودة إلى ثقافة القرآن الوظيفة الثانية تطبيق القرآن الكريم هناك منطق يقول قال الله وأقول نحن في كثير من الأحيان نمارس هذا المنطق طبعا لا نعبر بهذا التعبير قال الله وأقول ولكن كواقع القرآن يقول شيئا والأمة تقول شيئا آخر الآن أضرب لكم مثال من خارج المنظومة ثم أضرب لكم مثال من داخل المنظومة القرآن الكريم يقول القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة الأمة تعمل بذلك خارج المنظومة هذا الشيء الذي جعله القرآن الكريم أجرا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله أحد الدكاتر الذين يعيشون خارج المنظومة يقول سألني أحد من شيعة أهل البيت أنتوا لماذا تمسكتم بصحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وَتَرَكْتُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلْغَاء لَأَهْلَ الْبَيْتِ نصف الأمة الآن عملهم شبه إِلْغَاء لَأَهْلَ الْبَيْتِ النبي ما قال خُذُوا دِينَكُمْ مِّنْ عَلِيَّنْ هَلْ يَأْخُذُونَ دِينَهُمْ مِّنْ عَلِيَّنْ القرآن ما قال إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى هَلْ نَجِدْ مَظَاهِرْ لِهَذِهِ الْمَوَدَّةِ يقول قلت له نحن هذا الدكتور يقول قلت له نحن علينا بسنة النبي صلى الله عليه وآله يعني بما قاله النبي نحن متمسكين بسنته يقول قال لي إذا كنتم متمسكين بسنته النبي يقول هذا في الصواعق المحرقة لابن حجار موجود يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء فلماذا تصلون على النبي الصلاة البتراء انتو تذكرون النبي ولا تذكرون آله ثم قال لي أنا الآن أجيب لك مثال واقعي انتو شوفوا بلادنا كم مسجد من مساجدنا باسم أهل البيت كم جمعية من جمعياتنا باسم أهل البيت كم هيئة من هيئاتنا باسم أهل البيت صلوات الله عليه أنا أتحداك أن تأتي بأسماء عشرة مساجد في منطقتكم تحمل أسماء أهل البيت أكوه وين أهل البيت؟ وين المودة في القربة؟ المودة كيف تكون؟ المودة ما إلها مظهر؟ يقول فاضطررت أن ألتف على الحقيقة قلت ليش أكو في منطقتنا مساجد باسماء أهل البيت مسجد وفلان مسجد وفلان التففت على الحقيقة ولا واقع لهذه الأسماء قال جيد انتو الآن وفد مكون من حوالي ثمانين واحد كم واحد منكم يحمل أسماء أهل البيت؟ يقول هنا بعد ما أتمكن ألتف على الحقيقة لأن الكشوف موجودة وما أتمكن أكذب حوالي ثمانين واحد ولا واحد منهم يحمل اسم من أسماء علي والحسن والحسين يقول بعد البحث وجدنا واحد اسم أبو علي وهذا مو من بلدنا من بلد آخر هذه هي المودة في القربة هذا مو معنى تقال الله وأقول لاحظوا الفضائيات أهل البيت كأنه لا وجود لها الهم وجود في مواليدهم في وفياتهم أحاديثهم علي الذي هو باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله لا وجود إلا فد وجود ضاهد إلى أبعد الحدود نهج البلاغ وجود مائلة هذه مفخرة للمسلمين هذا معناه قال الله وأقول هذا خارج المنظومة نجي إلى داخل المنظومة القرآن الكريم يقول هذا مثال وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءِ يُغْنِهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِحِينَ الله يقول أنكحوا احنا نقول لا هذا مو معنى تقال الله وأقول الآن أغلب الشباب مو مززوجين أغلب الفتيات باقيات في البيوت الله يقول أنكحوا أنا أضمن إن يكونوا فقراء يُغْنِهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِحِ احنا نقول لا هذا مو معناته رفض القرآن الكريم عمليا الله سبحانه وتعالى يقول وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ يُفيدُ العُمُوم هذه الصيغة تفيدُ العُمُوم أكو هناك شورى في بيوتنا أكو شورى الرجل يتشاور مع زوجته والزوجة مع زوجها والأب مع أولاده والأصدقاء بعضهم مع بعض أو كل في فلاك كل واحد ماشي في فلاك معين الله سبحانه وتعالى في قضية الفطام وهي قضية جزئية يأمر بالشورى يقول فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور عدنا شورى إحنا في بيوتنا في مجتمعاتنا في إداراتنا في دولنا الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان أكو إحسان الإحسان فوق العدل إحسان يعني فضل لنفكر بمنطق العدل فقط وإنما نفكر بمنطق الإحسان والإحسان والفضل الرجل يعامل زوجته بالفضل المرأة عامل زوجها بالفضل لا بالعدل نحن نريد من الله العادل أم الفضل ياه منه ماذا نريد؟ نريد أن الله يعاملنا بعدله لو بفضله بفضله طبعاً إذا الله يعاملنا بعدل نهلك ولكن إحنا عملياً نعامل الآخرين بالعادل إذا تعاملنا بالعدل طبعاً هذه الأشياء تحتاج إلى تطبيق كان عندنا فتشاب مؤمن متدين هذا كان يطالع كتب الأحاديث والروايات أي شيء كان موجود في الروايات كان يطبقها أي شيء كان موجود هذه حالة نادرة والله تعالى جعل في ذرية هذا الرجل خير كثير الآن الرجل موجود ذريته أيضاً موجود إذن الوظيفة الأولى العودة إلى ثقافة القرآن الكريم الوظيفة الثانية تطبيق القرآن الكريم أضيف نقطة قبل أن نختم الحديث هذه الجهود التي تبذلونها في حفظ القرآن الكريم في تجويد القرآن الكريم في التدبر في القرآن الكريم هذه كلها جهود مشكورة ومذخورة لكم إن شاء الله الشاب الذي يقرأ القرآن البيت الذي يقرأ فيه القرآن هذه لها أهمية كبيرة عند الله سبحانه الشاب الذي يختلط لحمه ودمه وشعوره وأعصابه بالقرآن الكريم له قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى الرجل الذي يحفظ القرآن الكريم هذا باطنه يكون نوراً القرآن هو نور الذي يحفظ القرآن يشعر بنور في باطنه هذا الشعور يلمس بالوجدان حتى الذي يحفظ الأدعية الروايات يشعر بنور معين في باطنه البيوت التي تقرأ فيها القرآن تقرأ فيها آيات القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض نحن شلون الآن نشوف النجوم تضيء لنا الملائكة أيضاً أهل السماء يرون البيوت التي يقرأ فيها القرآن هكذا وهي تضيء الارتباط بالقرآن الكريم بأي نحو من الأنحاء فيه خير فيه بركة فيه سعادة يوجب التوفيق يوجب التقدم ولكن هذه التجربة حاولوا أن تعمموها لتبقى محصورة في هذا الإطار الآن نحن نحتاج إلى الألوف من أمثال هذه الهيئات قبل حوالي أربعين عام أو أكثر كانت هناك في العراق نوعان من الهيئات النوع الأول كانت هيئات لقراءة القرآن الكريم وتعلم التجويد وكانت بعض العتبات المقدسة مليئة بهذه الهيئات كل عشر عشرين ثلاثين أربعين في مسجد في مكان يقرؤون القرآن عند أستاذ هذا النوع كان النوع الثاني كانت هناك مدارس تخصصية لحفظ القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم اللي هي مدارس الحفاظ والحافظات كانت تستوعب حياة الطلاب يعني بعد ما كانوا يرحون إلى المدارس الحكومية وكانت هذه المدارس تحتوي لعله على ثلاثة آلاف طالب وطالب هؤلاء الذين عاشوا في أجواء القرآن طبعا القرآن الذي يقول إلا المودة في القربة القرآن وأهل البيت معا لن يفترق عندما جاءت الموجة الإلحادية في العراق أخذت الكثير ولكن هؤلاء بقوا وظلوا بعد ذلك عندما انتشر هؤلاء في الدنيا كثير منهم إذا لم أقل كلهم كثير منهم أصبحوا حملت لواء الإيمان في الدنيا الآن هاي المساجد والحسينيات التي تجدونها في العالم في مواقع لم يرفع فيها صوت الله أكبر على مر التاريخ لعله كما يبدو لنا في أماكن لم يذكر فيها النبي وأهله على مر التاريخ هؤلاء رفعوا راية القرآن والدين وأهل البيت في تلك البقاع النائية ومع وجود كل الإغراءات والضغوط حفظوا أنفسها ببركة القرآن الكريم هذه التجربة تحتاج إلى تعمير يعني إحنا لا نحتاج إلى هيئة واحدة وهيئتين وثلاثة نحتاج إلى الألوف من هذه الهيئة هذه الهيئات تحفظ شبابنا الشاب اللي يعيش مع القرآن مع أهل البيت هذا كلش بعيد يكون عن الانحراف هذا حتى إذا تاخذوا وتلقوح في عمق الحضارة المادية يحفظ نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى فهذه التجربة إن شاء الله تجربة مشكورة ومذخورة وإن شاء الله تكون ذخيرة لآخرتكم ولكن إن شاء الله حاولوا تعميم هذه التجربة حتى إن شاء الله ينشأ جيل قرآني يحمل مفاهيم القرآن في جميع هذه البلاد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوثقنا جميعا لذلك وإن يحشرنا ويحشركم مع القرآن الكريم وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر